خلينا نروح لأخبارنا نبتدي بمنتخب مصر تحت 16 سنة لموليد 2007 اللي خلاص أنهى استعداداته وتوجه إلى تونس عشان يلعب أو يخود منافسات بطولة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم المنتخب يكون 12 لعب الـ 12 لعب 7 منهم من النادي الأهلي في الوقت اللي أنا بقول لكم الكلام ده وأنا قريب جدا من هذا المنتخب 7 لعبين الحقيقة النادي الأهلي لو الموضوع كان مثلا أو في وقت زيادة أتوقع أنه كان هي أكتر من 7 فريق 2007 ده فكركم به الفريق ده أو 2007-2008 هو اللي فاز بالمرتبط السنة دي وهو أيضا اللي فاز ببطولة القاهرة هو اللي فاز ببطولة الجمهورية في مباراة مع اسموحة انتهت فريق 11 نقطة اللي عايز بس أقوله ووضحه أن الفريق ده الـ 12 لعب اللي كانوا بيلعبوا أنت تقدر تحطهم في منتخب مصر ولكن طبعا كل التقدير والاحترام للفرق الأخرى ولكن الجيل ده من أفضل الأجيال اللي مرت على النادي الأهلي 2007-2008 عندهم بطوط أفريقيا كل التوفيق أكيد لمنتخب مصر خلينا أقول اسم اللعيبة أو السبع لعبين اللي انضموا لمنتخب مصر عمر حاتم جرد الفريق عمر موفق أربعيتي الفريق أحمد فادي أو أحمد فادي هاني ابن النجم الكبير فادي هاني أحمد ربيع أنس عبد المطلب علي عسران أمر إصان دول السبع لعبية من أصل 12 لعب من اللاعبين المشاركين في البطولة من النادي الأهلي وزا ما قلنا قبل كده النادي الأهلي بيقدم يعني كوادر كبيرة للمنتخبات البطولة هتتلاعب من 13 ل 23 يوليو اللي جاي وزا ما وضحت في بداية الخبر أن طبعا ده السداسي سباعي الأهلي مع طبعا المدرب العام للفريق وأيضا المدرب العام للفريق الأول لنادي الأهلي أحمد الجرحي دي صور في الفوتو سيشن الحقيقة اللي أخدوه قبل البطولة خلينا أوضح زي ما قلت في بداية الخبر البطولة دي مؤهلة لبطولة عالم اتحدد مكانها بس طبعا مواعيدها لسه ما تحددتش خلينا أقول برضو أنه أشيد الحقيقة بقطاع الناشئين في نادي الأهلي لكرة السلة اللي ستطاع أنه يقدم النهاردة سبع لعبين كل منتخب وانت مغمض كده من 6 ل 7 ل 8 لعيبة من نادي الأهلي في قطاع الناشئين لكرة السلة طفرة كبيرة شغل مجهود ضم لعيبة المنتخب ده فيه علي عصران علي عصران لاعب النادي الأهلي اللي سافر اشترك أو انضم للإن بي أكاديمي في السنغال انضم السنة اللي فاتت أو السنة دي انضم في فبراير راح للإن بي أكاديمي ومن اللعيبة البروميسين جدا والوعدين موليد 2007 ده رجع من السنغال انضمه مع المنتخب وبعد ما هيخلص البطولة هينضم تاني الإن بي أكاديمي في السنغال اللي بيدم فيها كمان سيف هندوي لعب النادي الأهلي وايضا كان بيدم فيها مهاب ياسر نجم نادي السمالك السابق ونجم منتخب مصر ده كان برضو انضم للإن بي أكاديمي وانضم لأحد الجماعات وانهى مسيرته هناك في الجماعات ورجع وفضل انه ينضم تاني للدور المصري من خلال نادي الزمالك اشتركوا في القناة